لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أصلاف الله إنه كان غفار أصلاف الله إنه كان غفار أصلاف الله إنه كان غفار أصلاف الله إِنَّهُ كَانَ غَفَارَ أَسْلَوْفِرُ اللَّهِ 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 إِنَّهُ كَانَ غَفَارَ أَسْلَوْفِرُ لَا إِنَّهُ إِلَّا اللَّهِ أَلْمَلِكُ الْحَقُ الْمُبِينَ إِلَّا اللَّهِ اشتركوا في القناة 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 الفاتحة اشتركوا في القناة يا ربنا اشتركوا في القناة اللهم يا ربنا اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا شكرا اشتركوا في القناة شكرا 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 اشتركوا في القناة شكرا 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 ليس کرتوا في القناة شكرا 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 لا واحد شكرا اشتركوا في القناة 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 الله تعالى سُمْبري اعط talents الله سُ secure وقت تست Mi erreichen الله سُ FETER إن ter lipat أدوى سكى بني ثافت أنكُل لما ثافتها سكى بني ثافتها لأ يالي قلت أمرا بتاتي أمرا أمرا لأ يالي قلت أمرا بتاتي أمرا 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 وبالتالك وإضائه سكى بني النهاية تخطير وكيف السبب Kalau Gay bagus makna مستارnya. Kalau إحسان dimaknai kebagusan, ya hasil daripada مستار. Atau kebagusan, pokoknya kebaikan-kebaikan. نِنْ 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 نَخْلُوكِنْ صَفَتِ رَبَرْ مَخْلُوكِنْ Jadi yang dilihat hanya makhluk saja Si ACB, orang yang berbuat baik Yang menolong saya Lupa pada Allah ḡ ﷺ وَالَمْ يَسْحَدْ الْلًاكلٍ لا يزول الله وَاللَمْ يَسْحَدْ واقعاً مَنُوْمَاوَ غَلَيْنِ اَلِيْهِِ إِلْهِيْسَنْ مِنَمْاكْلُكِمْ مَكْلُكِينًا ُمْاكَلَنِي بَحِنَنِي بَهِنَنِي بَحِنِنِي کَالَنِي لُحِنَنِي سُدہًا مْهَاكِنًا لِحِنِي مِنَي نَيَّ الْمِقَلُكِي بَحِنِيهِ قَمَلَيْبِيَا يَعْتَقِيْتَكِنْ تَنِكَتْنَوْسَبْ وَغَوْفِلْ نِعَنَّ الْمُعَثِّرَ سُتُنِي کَنْ لَبَتِي بِسَ دِعْتَكَنْ لَبَتِي كَلُو مَخْلُكَ يَا ذَعْتِي مَخْلُكَ أَنَّ الْمُعَثِّرَ سُتُنِي تَيْهِ کَنْ لَبَتِي نَلَبَتِي itu ya Jadi عَلَبْتِي اَلْتَيْ younger وَغَوْفِلِ إِقْ لَبْلِفَ الْمُعْثِرَ قَالَوْهَا حَقَيْكَطَيْا حَققَيْكَطَيْا حَقَيْكَطَيْا jadi sudah yang memberi sha si konstru enggak ada yang lain حَقَيْكَطَيْكَطِ فَاشِلْكُهُمَوْكَنَ شِرِكِ غَوْفِلْ فَاشِلْكُهُمَوْكَنَ شِرِكِ غَوْفِلْ إِكُوْ جَلِيُنْ نَيَوْتَوْ إِكُوْ جَلِيُنْ نَيَوْتَوْ إِكُوْ جَلِيُنْ نَيَوْتَوْ karena meningkatkan وَأَخْثِرُ itu bukan Allah justru makhluk yang tidak mampu berbuat apa-apa maka شِرِكَ لَحْجَلَى فَاشِلْكَ 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 maksudnya mengakui manusia yang memberi istinadhan sebagai sandarannya bukan hakikat فَاشِلْكَ 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 وَأَخْطَ 10 يُخْرِجُّ عَنْ تِوَتِ الْإِمَانِ وَهَا مَنْجَوْلَتْ يَلُوْا جَبَتْ خَتَمْ فَاسِرْكُ جَلِيُنْ فَيُخْرِجُّ كَنْتَوَاكَنْ فَاتِ الْإِيمَانِ فَاةِوا يَا أَيْغَتْ خَتَقُ وَهُوهُوا الحُّ لَا'llannek فَاحَبَتَ خَتَّابِ خَكُولُ فَغَاتِ خَتَّبَنَ لَا إِلَا أَيْغَتَانا تَوَفْطَ لَاِرَى غَطَقْ قَتْ خَتَّبُّ مَنْتَ erstmal itzerik kiasut keluar dari iman . . . . . . . . بقاء مقصد إستنى سَأخذ عن تقيم، إن يكون معكمين وأن يكون معكم جداً وأن يكون معكم جداً إنه معكم جداً تبقى الله وَالَقِنَا أَسْنَدَا تَتَلَى إِنَّيَنْ يَأْكُنْ سَبَوَا غَفِلْ وَلَكِنْ أَصْنَى دَةِ تَوْخِرَيْا قَنْ ask قَنْ سُبَخَنُ قَفِرْا اّٰ عَلَيْا قَدْ سُبَخَرَيْاatyَةً مَخْلُقْ يَا سِبِي أَلَا جَهَا تِكَوْنِيهَا إِنْتَسِ عَرَيْ أَنَنِي مَخْلُقَتْ أَلَا جَهَا تِكَوْنِيهَا إِنْتَسِ عَرَيْ سَدُقْ أَنَنِي مَخْلُقَتْ إِقُوا أَسْبَابًا بِرَبْرَوْسَبَقْ مُؤَثِّرَوْتَنْ كَنْ لَبَتِ Nah ini ya, jatuhnya dia مُؤَثِّرَوْتَنْا أَسْبَابًا إِنْجْرَوْبْرَوْسَبَقْ مُؤَثِّرَوْتَنْ كَنْ لَبَتْ لَبَتْ أَدَا غَيْرَوْتَ أَسْبَابًا أَسْبَابًا غَيْرَوْمُؤَثِّرَوْتِنْ Orang mungkin yang terhapus kemarin ini, yang hilang di babi غَيْرَوْمُؤَثِّرَوْتِنْ فَامُؤْ أَدَا غَيْرَوْتِنْ كَوَيْرَوْتَنْ لَبَّتِرُأَوْتِنْ وَأَخْيَرَوْمُواْمُؤَثَنْ لَبَتْ всё расск髓 utilize بفه succCamono عَالَخْيَرَوْتَوْتَغْرَوْتَنْ لَبَتْ لَبَتْ الأَخْيَرَوْتَرَوْتِ سَّانْبَتِنْ حَبَحَيْرَاء لَبَتْ يجب ان اشأل الله لكن ان ا Djkat مَنِيُّ الَّذِ اَتَوْكَ مَنْتَى يَا طَدَى اللَّذِ سِلَيْا لَذِي اللَّذِ أَدَتَى مَنْتَى يَا طَدُ سِلَيْلَيَّ تَوْكَ مَخَرَيْنِي قَيْنْسِرُ التَانية مَتْحَلَان أَنِي التانية قَالَمُكُوْاَبْ فَهَوَيْا الله يَا اسِمَرَيْنِي أَكْوْهِ deposit سيكون ماذا يمكن أن يكون هذا الشيء؟ الله يجب أن يكون هذا الشيء لكن إلا أنفس فلساء، فلساء ، أستطيع أن أصل على فى الاله هذه الاشراء مُن كِبَلِهِ فلساء ؟ أما أشخار الله لكن إذا الأشخاص لساء ترجمة ايضا ما لا يتوقف فى الاشراء إدلاوهل الأسباب من أفران غير نطيب پرساب إِدْلَوْلَاسْبَبُ appropriately ظرَنَوْا امُنُ عُرَانُدَيْيَهِ∑وا إِصْبَ Vocêsا fecham ت Complete كيف أهل ؟ مكانان موقع رعتنم أبى المساببات بيرا ويرا 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 أبى المساببات فاشيركو موقتي كسيرikanي غفيل yang seperti itu masih menganggap si asibik itu tadi dijadikan sebagai sabab yang sabab yang tetap maksudnya سابق yang ت ważبت لغيره مُعاففة لفظ لانا digamos لانا ليسافة أنا أعرف أم لكنه أعلم كلمه أعلم installer أنا أعلم 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 عليكم كننز على سابق حساب أين لكنها كان لا يوجد بيو كرة تفلى الرجل المهوصلية المهوصلٍ لم youtubers مهوصلة نتصل down tua في الله الله صلى الله عليه وسلم أنت��터 تكلم أن السيد بيدami وَوَوَتَيْهُرُهُ وَوَتَيْهُرُهُ وَأَوَتَيْهَرُهُهُ قدر ، قدر звучه وَلَمْ يَعْحِبْ لَنْ أُرَا غَيْبْ أُرَا شِرْنَوْا سَوْا غَوْفِلْ عَنِ اللَّهِ تَعَالَ سُمْتَعَالَ فَهُوَا مُنْكَوْتَيْهِ غَوْفِلْ إِكُمُؤْمِنُونَ إِسِحْ مُؤْمِنِ إِكُمُؤْمِنِ إِسِحْ مُؤْمِنِ masih disebut مؤْمِن dia walaupun mencantumkan si A, si B tidak ada anak saya tidak ada si A, si B ini dienflut sirkul khofi lakin yuksah tetap ini dan kuatiri lakin yuksah tetap ini dan kuatiri dan kuatirakan alihi ingatasi khofil apal kufru-kufur kalau sampai meyakin si Allah pokoknya sudah mepet-mepet kufur lakin yuksah tetap ini dan kuatiri dan kuatirakan alihi ingatasi khofil apal kufru-kufur wal-iyadubillah 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 tapi lumayan masih mu'min dia hanya dikhawatirkan saja sepertinya ini makam kita hadirin khadirat salikin salikat muridin muridat mutakharijin mutakharijat sesepuh benisepuh ajisepuh para musyahidin musyahidat musyarikin musyarikat pemirsa TV9 dimanapun berada rahimu'kumullah jami'an sebagaimana kemarin diterangkan kalaulah mata hati ini melihat mengakui meyakini Allah itu satu Allah tunggal Allah lah satu-satunya yang memberikan nikmat kita yakin itu semua itu minallah semua itu anugerah Allah itu hakekotnya tapi syariat nya mengajak bahkan memerintahkan jangan lupa kamu itu manusia yang hidup bersama-sama yang lain tidak bisa hidup sendiri bahkan kamu hidup di lingkungan di sebuah tatanan planet dunia ini yang terus tidak lepas daripada kebutuhan dan lingkungan ada yang kamu butuhkan walaupun bukan berupa wujud Bani Adam manusia tapi kebutuhan-kebutuhan zat asam zat CO2 zat ini zat ini syariat mengingatkan kamu tetap memberi ucapan terima kasih mensyukuri ya terhadap ciptaan Allah ciptaan Allah yang kamu diciptakan selalu bergata berbarengan atau saling membutuhkan dengan mereka-mereka tapi keyakinanmu tetap Allah ini dalam bentuk syukur ya ucapan terima kasih bentuk syukur tidak gaguh hatimu tidak gaguh keyakinanmu tetap mengatakan Allah yang menciptakan ini hanya bentuk syukur ucapan terima kasih tanda terima kasih kan ada istilah ini hanya tanda terima kasih berarti bukan bagian daripada pekerjaan yang selama ini dilakukan kalau kita mendengar ada seseorang ngomong ini hadiah saya hanya sebagai tanda terima kasih berarti ini bukan masuk pada kinerja yang orang yang diberi hadiah itu tadi karena hanya sebagai tanda terima kasih jadi syariatnya memerintahkan kita supaya tetap memberikan tanda kalau itu kesenangan kebaikan berikan tanda terima kasih karena di dunia ini yaitu tadi harus ada tanda semua itu rusaknya harus ada bukti ya kuitansinya kesuksesannya juga harus ada kuitansinya harus ada buktinya itu syariat kita seperti itu lalu setelah kita mengetahui bahwa hidup ini antara hakikat dan syariat ini harus berbarengan ada pengakuan keyakinan hanya Allah dan yang mutlak yang memberi menganugerai memiliki segalanya yang kita butuhkan tapi kita tetap memberi tanda terima kasih pada lingkungan kita beliau imam ilusah kendari lalu membagi manusia manusia ini dibagi ada tiga macam yang pertama kelompok pertama orang yang lupa lupanya memang lupa tebel bukan lupa yang tipis lupanya tebel lupa tebel ini sulit ditembus dengan nur apapun apalagi Islam dan Rasulullah menyampaikan bahwa wa nurullah la yudha lil as nurullah tidak akan pernah diberikan kepada orang yang suka maksiat ya mungkin karena tebelnya itu tadi jadi lupanya itu lupa yang sudah mendara mendaging balung sung-sung dan lupanya itu katok notok lupanya kalau kalau ibarat orang tidur sudah nyenyak sekali tidak tahu apa-apa kejadian apa yang ada di sekitarnya itu munhamik viroflati tidak tidak ada kemudian apa yang terjadi di sekitarnya dan tidak akan pernah ngelilir bangun karena ada kejadian-kejadian sekitarnya itu yang dimaksud dengan munhamik viroflati sulit dia bisa sadar lah apa sababnya itu ada sababnya sababnya sabab lupa yang tebal itu karena apa dair teksi ini menguat pegang pegang teguhnya tetanggenannya sandaran kuatnya hanya kepada khis-khis yang ada mata telinga hidung tangan ya perasa pencicip ini itu yang dibuat pegang tidak dengan yang lain padahal kita sudah berapa kali ditipu oleh khis-khis khawasan mata pandangan mata sering menipu kita pendengaran sering ucapan rasa sering menipu kita nah kok itu yang dibuat pegang itu yang menguat dairatu khisih tebal sekalilah sehingga hijabnya ini makin menebal 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 akhirnya kebodohannya pun makin meningkat kalau sudah begitu itulah lupa yang betul-betul lupa andekan dia tidak berpegang dengan khisnya khawasnya panca indera ini indera yang lima ini tidak digunakan sebagai pegangan hanya sebagai apalah untuk perangkat hanya perangkat awas hati-hati kehati-hatian atau penjaga tentu ruhnya dia akan nyambung dengan alam malakut siaran-siaran malakut ini akan cepat diterima seperti televisi itu kita tidak usah heran televisi benda jamit benda padat tapi bisa menerima siaran yang disiarkan di Jakarta kita di Surabaya bisa merilai bahkan dunia dimana sekarang dengan kecanggihan teknologi televisi dunia bisa kita relay kita ambil siarannya padahal itu benda benda padat benda jumut jamit hati ini tentu lebih daripada itu kenapa kabel-kabelnya semua saluran sudah ada disini hanya karena kotoran goflah itu tadi hanya karena hati yang selalu percaya dengan kawas panca indera kita mata kita telinga kita rasa kita pebau kita hidung ya pembau ya yang lima ini lima panca indera itu yang kita buat tetanggaan ya akhirnya alam malakut ketutupan saat ini alam malakut sedang siaran malaikat siaran tapi kita tidak bisa menerima siarannya apa siaran malaikat mungkin hal-hal ilmu 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 laduni sir asrar sedang disiarkan andaikan kita tidak berpegang teguh dengan panca indera itu tidak terlalu percaya dengan itu kita akan tembus dengan siaran malakutul samawat ada suatu riwayat menyatakan begini laulassayatin yakumuna alakal bibani adam laulassayatin nandaikan setan setan tidak ngepung tidak mengelilingi dan mengepung memblokir hati kita hati kita tidak dikepung oleh syayatin syayatin bisa syayatin jini wa syayatin insi manusia juga bisa jadi setan ganggu kita teman ini bisa ganggu kita untuk segera usul ilallah kata hadis itu laulassayatin yakumuna alakal bibani adam andaikan tidak ada setan setan yang mengepung memblokir hati bani adam larau aw mereka akan bisa melihat malaku tessabawat kegaiban kegaiban yang ada di sekitar kita antara bumi langit bahkan tembus ke bawah bumi itu akan kita ketahui tapi tapi karena kita sudah kedu percaya dengan panca indah ini akhirnya panca indah itu cari hubungan sendiri sendiri hp televisi surat kabar orang kepercayaan mata-mata dan sebagainya selalu itu yang jadi tetang kalau tidak ada itu semua tidak bisa berbuat apa-apa coba sekarang sampai pergi kemana hp ketinggalan waduh berapa kerugin yang akan saya dapatkan saya tidak bisa berbuat apa-apa ternyata kebutuhannya itu ada di hp semua hampir semua kebutuhannya bahkan dia percaya sukses dan berhasilnya upaya ditentukan oleh hp ini ini bahaya ini kalau tidak kita segera kalau tidak gara-gara ngaji kitab seperti ini itu kan hanya alat saja bahkan itu mungkin bentuk syukur kita karena kita diberikan kecerdasan diberikan sebuah kesempatan bisa menggunakan teknologi canggih bisa ini kita gunakan kebaikan itu dalam rangka syukur seperti tadi tapi kalau sudah kita jadikan sebuah kebutuhan akibatnya melaku itu samad tidak akan pernah bisa kita terima itu dan Allah pun apa ya kepada kita karena kita ini sudah kurang percaya kepada Allah mengetrak ini malah kegaiban yang ada ini akan kita disamping kita pun secara syariatkan jangan lupakan itu syukuri itu juga jadi HP itu hanya alat teknologi hanya alat sebagai bentuk syukur kita tapi bukan buat tetanggenan kita sandaran kita untuk menentukan semua kebutuhan kita tergantung dengan adanya teknologi itu tadi tidak ini tawhid tingkat tinggi makanya sampai ada hadis malam yaskurinnah selam yaskurinnah barang siapa yang tidak mensyukuri manusia berarti juga tidak bisa mensyukuri manusia yang ciptakan Allah memang diciptakan untuk meningkatkan tambahnya keyakinan kita kepada Allah kenapa Allah menciptakan setan menciptakan iblis itu justru untuk peningkatan kita kualitas kita kalau tidak ada setan kita seperti apa tidak punya kemuliaan tidak punya karoman tidak punya makom justru adanya setan iblis itu makom kita ini bisa normal kita lakukan kita raih walaupun naiknya agak lama tidak apa-apa yang penting ada oleh karena itu kalau sudah tebalnya tutup gara-gara kita terlalu percaya pada panca indera ini kita peliru meletakkan panca indera yang seharusnya hanya sebagai pelengkap kebutuhan pelengkap ya yang kita kita butuhkan itu Allah keliru akhirnya makin manba makin kalau sudah begitu maka akan terhapus lah tasbeh kita pensucian kepada Allah ini terhapus artinya apa basiroh kita jangan harapkan kita punya basiroh ketajaman hati ketajaman mata hati kita ini jangan harapkan kalau sudah terhapus nah ini ya jadi disitu jadi kita ini hanya merawat sebetulnya panca indera itu kita rawat sebagai niimat Allah bukan kita gunakan untuk tetanggenan untuk sandaran mutrak itulah makanya ada ayat anis kurli wali walidek syukurlah kepada aku Allah wali walidek dan kedua orang tuamu itu merawat kepada orang tua itu syukurnya kepada Allah mutrak kepada selainnya merawat karena ini Allah yang merawat itu ya macam-macam bentuknya barang siapa yang tidak bisa mensyukuri sesuatu yang kecil maka dia pun tidak akan bisa mensyukuri yang besar artinya apa tidak akan pernah bisa mencapai syukur terhadap yang lebih besar akhirnya yang dilihat hanya ikhsan-ikhsan kebaikan yang kita terima semua kita lihat munculnya dari makhluk dari teman dari jagan dari orang yang ahli ya dermawan orang yang ahli yang apa yang hatinya apa suka menolong dan lain sebagainya nyanyi tapi hati-hati itu kan sebagai kita rawat kalau keyakinan semua itu muncul dari selain Allah bukan hanya sebagai kita menganggap itu sebagai yang kita rawat dan itu sudah merupakan etikot maka itulah yang disebut fasirkuhu jaliun itulah syirik yang nyata karena kita sudah meninggalkan Allah meyakini selain Allah yang memberi selain Allah yang mensukseskan selain Allah yang muathir itu ya selain Allah yang muathir ini berarti syiriknya tapi kalau hanya istinad hanya sebagai sandaran saja artinya kita hukum sabab musabab saya bisa begini sababnya sababnya si ini sababnya si ini masih iman kita tapi imannya iman yang mengkhawatirkan jangan 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 menganggap kecil ini ini besar cuma tasawuf hakik ini hikam penilang hikam itu ya mengkhawatirkan gitu loh iman yang seperti ini mengkhawatirkan tapi aman maksudnya selamat selamat tapi mengkhawatirkan kalau kita mikir sesuai mengkhawatirkan semua kita dalam mengkhawatirkan sebetulnya semua dalam mengkhawatirkan kita ingat jauhnya imam abdullullah atustari menyatakan dalam bahaya dalam bahaya karena karena kita ini memang muncul sudah dibekali dengan semuanya cuma kelasnya kan masih kelas TK lah bagaimana kita bisa meningkatkan kelas ini jadi apa sudah tingkatan MI kalau ini tingkatan ini naik lagi pada apa Sanawiyah dan seterusnya sampai keperluan tingginya jadi imas tinadan ini yang layak bagi mereka-mereka orang yang masih dasar-dasar makomnya muslim dia mu'min makanya disebut fasirkuhu khofiyun syiriknya syiriknya kenapa karena dia mensyirikkan Allah dengan lainnya masih memasukkan unsur selain Allah dimasukkan pada Allah ini dibanding kalau orang yang sudah mencapai makom hakikot kalau makom hakikot dia sudah tidak melihat selain Allah yang dilihat hanya Allah saja itu tahap tapi kalau sudah mencapai pada tingkatan atas dia bisa menggabungkan inilah menggabungkan dan tidak pernah berubah antara ikhtikot yang semua itu min Allah dengan tugas termasuk tugas merawat tadi ngatur di tengah-tengah masyarakat itu tadi ya ini sudah tidak mengkhawatirkan karena dia sudah terlatih sudah terlatih wosohibu hakikotin ghabak ghabal hak wafani anil asbab ini jadi ini lawannya tadi wosohibu hakikotin utai wongkang anduaini makom hakikot dia yang menyadari bahwa semua urusan semua perkara itu ya apa hanya Allah yang menentukan tidak ada campur tangannya dengan yang lain ini disebut sahibu hakikah tapi kalau sudah syariat digabungkan lah baru kita diperintah merawat disitu merawat selain Allah untuk meramu hakikot yang kita miliki itu tadi untuk makin meningkat makin meningkat dan akhirnya nanti kita bisa mencapai makom fanak makom bako dan akhirnya aljam'u bain al-fana wal-bako bisa kita hasilkan wasahibu hakikatin utai wongkang anduni hakikat iku ghoba sirna iku ghoba sirna sama-sama hakika ay ghoba tegesi sirna sama-sama anil khalqi sama makhluk bisuhudil maliki sebab nyakseni Allah ngeraton malik al-haqqi kham ha bisuhudil maliki sebab nyakseni Allah kham ngeraton al-haqqi kham ha falam yas'ul mongkak ora rumongso ora rumongso soposo hebuh haqiqah bihim kelawan khalqi walam yal tafid lan ora ngelirik orang noleh walam yal tafid orang ngelirik soposo ibu haqiqah kham ilaih marim khalqi wa fanialan sirna fanak wa fanialan sirna soposo al-haqqiqah anil asbab songkobro persabab sudah hukum sabab-musabab hukum kasualitas sudah tidak pernah menyentuh dirinya wahum wahum utai asbab iku'al makhlukat biro pro makhluk falam yarom ka orani ngalisa soposo haqiqotit lahumaring makhlukat fiqlan ing penggawian babar belas fiqlan ing penggawian babar belas karena mereka menganggap itu hanya wasaid saja orani ngali lau fiqlan bisuhudi musabib bil asbab sebab nyakseni datkang nyebabakan birro pro sabab musabib itu Allah bisuhudi musabib bil asbab sebab nyakseni datkang nyebabakan birro pro sabab wahu musabib bil asbab iku'allahu ta'ala Allah ta'ala saya penggal dulu karena masih ada lanjutannya keterangannya bahwa kalau kita tadi sudah diterangkan dengan kelompok gofil yang pertama kelompok macam manusia yang pertama yang gofil yang inhimakfi goflatihi yang sudah sangat tebal ya daya lupanya sehingga dia hanya melihat semua itu makhluk dari makhluk ke makhluk dari makhluk ke makhluk sudah tidak ngelirik Allah apalagi itu menjadi keyakinannya maka itu disebut syirkun jali tapi kalau dia itu masih menyandarkan makhluk itu hanya sebagai sandaran saja wasilah katakan atau sahabat saja sebagai sahabat dia mendapatkan sesuatu dari manusia dari makhluk dari selain Allah maka syiriknya syirik kofi karena apa masih mencantumkan selain Allah kofinya itu syiriknya itu karena mencantumkan ladiar kofi ya karena belum ada keputusan tapi berbahaya tidak mengkhawatirkan dikhawatirkan dikhawatirkan lalu diimbangi oleh beliau ada juga sahibu hakikotin ada kelompok-kelompok yang pemilik hakikot sepertinya dawus hakikotin ini sebagai perbandingan pembanding daripada sahibu ghofil atau ghofil itu tadi kalau ghofil sudah tidak ingat katakan tidak ingat Allah sama sekali tidak ingat hakikot sama sekali walaupun di ghofil itu tadi dibagi ada ghofil yang betul-betul inhimat ya betul-betul sudah menganggap semua ini muncul dari makhluk Allah tidak ada ikut sertanya Allah tapi ada ghofil yang hanya makhluk sebagai sandaran saja sebab saja yang kedua itu masih mu'min tapi mengkhawatirkan yang benar dan selanjutnya yaitu nanti sebuah harapan kita sampai pada makom-makom yang kita harapkan halduin haldurat karena ini bunyai mau menyelamati bunyai ini nyai ma'rifah ibu dari bunyai pasem ini ada tahlil sekadar tahlil dan yasin dan tabarok saya silakan sapo sing mimpin gis rek tahlil tabarok yasin mari kita baca suratul fatihah kita hadiahkan pada panutan kita Nabi Besar Muhammad jami ikhwan dan masalim jami ashabi az-zul dan jami 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 al-ulam al-am 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أثنهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغنالا فيئنا الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره ببغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إنا تذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البناه المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تندهوا لنرجمنكم وليمسل لكم منا عذاب أليم قالوا طائلكم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهددون وما لي أنا أعبد الذي فضرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آنية إن يلد للرحمن بضرنا دون عني شفعتهم شيئا ولا يؤكدون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما وفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعده من جلد من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم منهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة حييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمنه وما عبدة أيديهم أفنا يشفرون سبحان الذي خلق الأزواج كنها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغينها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فنكي يسمحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نورقهم فلا سريخ لهم ولا هم يوقظون إلا رحمة منا وبتاع إلى حين وإذا قين لهم اتقوا ما بين أيديكم وما قلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم منها كانوا عنها معرضين وإذا قين لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نضعب من لو يشاء الله أضعب إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينذرون إلا صحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السون فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسنون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صحة واحدة فإذا هم جميع لدينا قحضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تدزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجلة اليوم في شغل فاكهون هم وأسواجهم في عذنان على الأرائك متكهون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سناموا قونا بالرب الرحيم وامداز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جملا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسنوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخدم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكذبون ولو نشاء لضمزنا على أعينهم فاستفقوا الشراط فأنا يبصرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استضعوا مضيا ونا يرجعون ومن لعمله ننكس في الخلق أفنا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغين إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعابا فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفنا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزوك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان وأنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيب مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وين ربيب قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل قلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توكدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بناوه والخلاك العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له فسبحان الذي بيده ملكود كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات تباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعيد وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وكلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد فاعترفوا بذنبهم فسهقا لأصحاب السعيد إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم موفرة وأجر كبير واسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات السدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ظلولا فامشوا في مناكبها وقلوا من رزكه وإليه النشور آمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور آمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويكبد ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصلكم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوه في عطو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أنداء من يمشي سويا على صراط مستقيم كل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون كل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تمشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين كل إنما العلم إن دى الله وإنما أنا نذير مبين كل إنما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون كل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم كل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين كل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين تكم بل الله منا ومنكم تكم بل الله يا كريم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله سمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاسد في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخنّاس والذي وسوس بسدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الموتوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين بسم الله الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤدو حفظ ما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون قل آمن بالله وملائكته وقتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وعطعنا هفرانك ربنا وإليك المصير لا يقلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما انتسبت ربنا لا تآخرنا إن نسينا أو أغضعنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا عند مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمدك يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ إِرْحَمْنَا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه عميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تظيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّي أَفْضَالَ الصَّالَةِ عَلَى أَسْعَدِ مَحْلُقَاتِكَ نُورِ الْهُدَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِيْهِ وَصَابِهِ وَسَلِّمُ عَدَدَ مَعْلُومَاتِكَ وَهُدَى قَلِمَاتِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الظَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُونَ اللَّهُمَّ صَلِّي أَفْضَالَ الصَّالَةِ عَلَى أَسْعَدِ مَحْلُقَاتِكَ سَمْشِدْوَا سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِيْهِ وَصَابِهِ وَسَلِّمُ عَدَدَ مَعْلُومَاتِكَ وَهُدَى قَلِمَاتِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الظَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الغَافِلُونَ اللَّهُمَّ صَلِّي أَفْضَالَ الصَّالَةِ عَلَى أَسْعَدِ مَحْلُقَاتِكَ بَدْرِ الدُجَاء سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِيْهِ وَصَابِهِ وَسَلِّمُ عَدَدَ مَعْلُومَاتِكَ وَهُدَى قَلِمَاتِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الظَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الغَافِلُونَ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ اللَّهُ تَبْرَقَ تَعَالَى أَنْسَادَاتِنَا أَسْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ أَجْمَعِينَ وَحَازُونَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّسِيرِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمِ وإذن تقربان إلى الله وفروجا من جميل معاصي أفضل الثقري فعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صلي عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 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 سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَادَ مَا خَلَقَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَادَ مَا خَلَقَ اللَّهِ يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا الله يا رحيم ارحمنا يا الله يا رحمن يا رحيم الله ما سل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصابه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصابه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصابه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وصابه وبارك وسلم اللهم اوصل وتقبل فهذا ما قرأنا من صراط الاخبار ومن التصوير من اهل التقدير وتحميه من قلمة الضيبات صلان تاما الى حاضرة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم جميع اخوان عند المسلم صلى الله عليه وسلم جميع اخواني اصواتي ازواجنا ورجوهاتنا تماما سوى من العلم والعملين والشهاداء يجرى لعباد محمد 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 يجرى اللهم ارى الى حاضرة اصلاحه من قلال اصلاح الشهاداء سعيد الوخيد اليقين والأرض داخل صلى الله عليه وسلم كما الجميع العلم العامة شهد المؤمنين والمؤمنات الحين وميت مقرد بعيد خصوصا إلى المغم المغفر له في دنيا معرفة دحلنا يا الله مغفر لها رحمة وعافية لنا الضريخة جاء القبر ورابة تمرها في الجنة ولا تقف اللهم يا الله يا حنان يا منان يا وسنوفرا اغفر لها ورحمة وعافية لنا وأكب من نزلها وصي ما طحلها وصينا بالمائة والترك والبرد ونقها من الضمن في الخطايا يا الله يا قطاب العبيات مننا اللهم عبد الله دان الخير من داره وأهل الخير من آله وزوج من خير من زوجه وأدخلها في الجنة وعيدها من أذب القبر ومن أذب النار اللهم عملها بما أنت هو أهل ولا تعملها بما أهل بما هي أهل اللهم يا الله اجزاء اجزاء يا الله اجزاء يا الله يا رب العالمين اللهم ادخلها الجنة من غير مناقصة خساب والأسفة حزاب اللهم أنسى في وحدتها وأنسى في وحشتها وأنسى في غربتها اللهم ادخلها منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم ادخلها منازل الشتيكين والشهد والصالحين وحسن عليك رفيقه اللهم ادخل القبر وراضة من رانزل الجنة ولتجألها خبرتني خفر النار اللهم ادخلها في قبرها مدى بصري مدى بصريها وفز قبره من فرج الجنة اللهم ادخلها من أذب القبر واجه في العرض عن جنبيها اللهم ادخلها من رضا والنور والفصل والشرور اللهم كهاء سيئة ومن ومن تك سيئة يومئذ فقد رحمت اللهم ادخل لها في المهديين والخلفاء في أقبه في الغابرين وافر لنا ولها يا رب العالمين وافصلها في قبرها ونوير لها فيها اللهم يا الله يا الله إنها في ذمتك وعاحب لجوالك وفقف يا الله فقها فتنة القبر وعادها بالنار وأنت أهل الوافأ والحق ففر لها وارحمها يا الله إنك أنت الغاب رحيم اللهم يا الله ما إنها نزل بك وانت خير من ظلم بها وأشبحت فقيرة إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها آتها برحمتك ورضا وقها فتنة وقها فتنة القبر وعذاب وآتها برحمتك العمنا من عذابك حتى تبعث وإلى جنة يا رحمة الله اللهم من قلها من موات الندود ربنا آدنا في الدنيا حسنة يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا أننا أعترفنا على لبا أشرافنا فتب علينا التوبة أغسر لكم حوبا واشدر لنا الأوراة وآمن الرعاة واغفر لولدي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة